بهدف اشراك المواطنين في خطة الحكومة السورية المؤقتة لتنفيذ مشاريع خدمية تقى فريق حكومي برئاسة عبدالرحمن مصطفى رئيس الحكومة بوجهاء منطقة عملية درع الفرات نوقش في اللقاء ابرز العوائق التي تواجه السكان والحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية وعرض الوجهة اهم الاحتياجات الضرورية للمنطقة اليوم كان اجتماعنا مع وجهاء منطقة عمليات درع الفرات اعزاز الباب جرابلوس غندورة اختارين كل المجالس الموجودة في منطقة الباب لكي نسمع منهم ونرى ما هو المشاكل اللي عم بواجهوها ما هو احتياجاتهم طبعا نحن في الحكومة السورية المؤقتة عم تبني مؤسسات كيف نصاحهم ومخترحاتهم طبعا نحن دائما نعرف ان الشرعية هي شرعية الناس اللي موجودين بالارض والحكومة السورية المؤقتة هدفها هي ان تكون قريب من مشاكل اهلنا بحيث ان نلاقي حلول مشتركة اللقاء بين وفد الحكومة والوجهاء اثمر عن الاتفاق على تفعيل كافة المؤسسات القضائية والامنية والادارية واعتبر احد وجهاء مدينة عزاز ان اللقاء كان مثمرا واجابيا وان الوجهاء اتفقوا مع الحكومة على ان تكون اللقاءات دورية ودائمة اجتمعنا مع الحكومة المؤقتة نحن كوجهاء المنطقة ونجد التعاون لحل مشاكل المنطقة وكان الاجتماع مستمر جدا وناجح وتم التفاهم على كل الأمور الأغلبة يعني الموجودة والمشاكل الموجودة في المنطقة وطبعا كان الهدف الأول مننا تفعيل المؤسسات الموجودة كان أمنية وكان قضائية وكان إدارية وحل أغلب المشاكل الموجودة وكان التعاون جيد ميكين وان شاء الله نتمنى من هذا الاجتماع يكون فيه الخير له البلد واتفقنا على تكون الاجتماعات دورية لحل مشاكل البلد وجهاء مدن وبلدات عزاز والباب والراعي وبزاع وقباسين وجرابس ومارع وصوران والغندورة أعلنوا في لقاءهم مع الحكومة تشكيل تجمع وجهاء درع الفراد على أن ينظم هذا التجمع لقاءات دورية مع الحكومة المؤقتة حكومة قال عنها الوجهاء أنها تمثله وسيدعمون توجهاتها وتسهيل عملها بحسب أحد الوجهاء لتحقيق المصلحة العامة لكل المواطنين في منطقة عملية درع الفراد ترجمة نانسي قنقر